أعلنت الحكومة عن برنامج جديد بعد إعادة تشكيلها بهدف النهوض بالاقتصاد المحلي وتضمن البرنامج خطة وزارة الطيران للنهوض بالقطاع من خلال ثلاثة محاور تحتوي على تأهيل أسطول مصر للطيران بزيادة أعداد الركاب والبضاء المنقولة بجانب زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات المحلية في ظل التطورات العالمية السريعة وأسارها المباشر على صناعة الطيران المدنية تبرز جهود الحكومة لتعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد برنامج الحكومة الجديدة في هذا القطاع يستهدف تحقيق تطور شامل يضمن سلامة وكفاءة أنظمة الطيران المدني وتعزيز مكانة مصر في الخريطة العالمية كواحدة من الوجهات الرائدة في مجال الطيران ويأتي في صدارة أجندة الحكومة في هذا القطاع تحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة في مطاراتها وفقاً للمعايير الدولية بما يعزز الثقة في المطارات المصرية ويدعم حركة السياحة والاقتصاد الوطني بشكل كبير البرنامج الحكومي وضع هدفاً هو رفع طاقة استيعاب المطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب بحلول عام 2026 وصولاً إلى 129.2 مليون راكب بحلول عام 2030 وهي خطوة تعكس التزاماً قوياً بتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الطيران في مصر تعزيز قدرة الطيران المدني يشمل أيضاً تحديث وتوسيع أسطول الطيران الوطني لمصر حيث من المتوقع زيادة الأسطول إلى 97 طائرة بحلول عام 2026 مما يعزز قدرة مصر على خدمة المزيد من الوجهات والرحلات الداخلية والدولية وفي ذات السياق وبالنظر إلى التقنية الحديثة تسعى مصر أيضاً لتعزيز الأمان الإلكتروني وتحسين إدارة البيانات في مجال الطيران مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية تسعى مصر أيضاً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات مما يعزز من مكانتها كمركز استثماري مهم في المنطقة إن الجهود الرامية لتعزيز وتحسين قطاع الطيران المدني في مصر تعكس التزاماً قوياً بالتطوير المستدام فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني باعتبار هذا القطاع رافداً مهماً من روافد الدخل كما أنه يدعم قطاعات أخرى مثل السياحة